أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل حاليا على دراسة تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية من مختلف الجوانب وأكد مدبولي أنه سيتم عقد اجتماع اليوم الذي يتيكون خاص بهذا الشأن معربا عن تمنياته بأن تنتهي الأزمة سريعا دون أن تتطور إلى أبعاد أخرى وحول مؤتمر الأطراف السبعة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 وجه مدبولي الوزراء المعنيين بسرعة تنفيذ المشروعات المحددة في شارم الشيخ استعدادا لتنظيم المؤتمر في نوفمبر القادم وأضاف رئيس الوزراء أن حكومة تعكف حاليا على أعداد عدد من الحوافز لمشروعات الهايدروجين الأخضر في ظل عدد من العروض المقدمة من الشركات الكبرى مشيرا إلى أنه يتم بالتالي العمل على سرعة إعلان هذه الحوافز في ظل اهتمام الدولة بمشروعات الطاقة النظيفة وحول الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الدولة للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها بعض المحافظات مؤخرا أكد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي استمرار رافع درجة الاستفانفار بكل أجهزة الوزارة وتخفيض مناسيب المياه بالوجه البحري بالتزامن مع الأمطار ترجمة نانسي قنقر